نوادر الأشياء وأغربها تجمع هنا في هذه الدهاليز التي جمعت حقباً زمنية مختلفة كل قطعة تعرض في محلات الأنتيكات تماثل مرحلة معينة من تاريخ العراق للوهلة الأولى تبدو هذه القطعة التراثية كأنها خردة لقيمة لها لكنها كنوز مركونة في هذه الخانات الأنتيكات إرثون تقافيين انتشر في العقود الأخيرة لأرشفة الماضي بواسطة هذه القطع التي تحمل ذكريات أجيال كاملة جامع هذه القطع النادرة يستحصلونها من خلال عمليات بحث في البلوت القديمة فضلاً عن شراء بعضها من المزادات العلنية وعادة ما تكون باهظة الثمن هذا صراحة غير أكب ميوت عالم يعني تريد تغير بالمكان مثلاً تغير ديكورها تغير كذا فهي ما يحتمرون يعني النوبات حرامات على الأسف ما يحترمون هايش قضايا فيعزموننا مثلاً يقولون تعالي عدم هايش قضايا روح لبيوتهم يشترونها هكو هسه صار هسه الفترة هاي القريبة يعني قبل سنة أو سنتين صارت مزادات عندنا انتيكات أي فاحنا هم نتجيها للنزادات نقدر نشترم يعني نعرض بيها اللوحة تنعرض بيها الزولية نعرض بيها الكرساة نعرض بيها نقدر نشترم ولو سير منافسة بس كلمة عنه اختصاصة بهالمجال هذا احنا عدنا هنا نحتوي السير في القديم نحتوي المايسين نحتوي الهاريند لدينا اسماء فرفور بورسلاين ماركات عالمية أما بالنسبة للكستال عدنا هنا عدنا الموزر الشيكي عدنا اللاليك رواد محال الانتيكات يأتون من مكانات بعيدة لا يكترثون عادة لمعاناة السفر الأهم لديهم استحصال قطعاً غريبة ومؤثرة العالم فاهم بأنه الانتيكات آثار هي تختلف بالآثار واحد والانتيكة واحد هايا عمر وهايا عمر فهنا نحن مختصين مثلا إذا تفترين هنا تلقين مثلا العمل الملكية الملكية هذه انتيكة يعني الملك فيصل الأول الملك غازي الملك فيصل الثاني العمل الخاصر عبد الكريم قاسم هذه كعمل أما كمواد مثلا تلقين هنا الصوبة اللالة يعني الأمور اللي كانوا أهلنا يستعملوها بالأربعينات بالخمسينات مرتدي هذا المكان يعني ما نقول مثلا طبقات خاصة لأن خصوصا هسا قاموا الطلبة يهتمون وهذا شي مفرح يعني يسألنا يقول لنا مثلا هاي الشغلة شنو فنحن نشرحها للطلبة الموجودين فيزادون يعني فهذا معلومات عامة هي معلومات عامة بس تفيدهم حتى المدارس العراقية بدأت بتثقيف طلابها على حضارة بلادهم من خلال هذه المحال سفرات مدرسية ترطلق بين فترة وأخرى من أجل التجول في المعارضي الأنتيكات من بغداد هبة تيميمي هنا القاهرة قاصمة الخبر